من أعظم هذه المواسم هو شهر رمضان المبارك إذ جعل الله سبحانه وتعالى في السنة مرة بابا للرحمة بابا للتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان أن يستوعب فضل هذا الشهر الكريم لا يمكن أن يسعبه الوقت لسرد آيات القرآن الكريم لسرد السنة النبوية ما جاء في ذلك من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين يجد في ذلك شيئا عظيم هذا الشهر في حوادث عظيمة جليلة القدر لا تكاد تحدث في غيره من الأشهر أو يقال أن لا تحدث في شهر على سبيل التمام والدوام بثلاثين يوما كما احدث الشهر تفتح أبواب السماء تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النيران تصفد الشياطين والمرضة التي لا يراها إذن حوادث كونية عظيمة جدا تحدث من تقلبات لا يراها الإنسان تغيرات كونية عظيمة كأنها ثورة في أبواب الرحمة والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا أراد أن يتأمل كأنه يرى أن السموات تفتح الأبواب تغلق أبواب النيران ولا يبقى منها باب كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وكذلك النسائي من حديث أبي وريرة قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وأغلقت أبواب جهنم ولم يفتح منها باب وصفدت الشياطين قال ويقال لصاحب الخير أقبل ولصاحب الشر أقصر وإن لله أتقى في كل ليلة فينبغي الإنسان أن يقبل وأن يقدم على رحمة الله جل وعلا وهذا الأمر إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه من جهة إقبال الناس ومن جهة الخصائص التي خص الله عز وجل في هذا الشهر خص الله عز وجل هذا الشهر بجملة من الخصائص من أظهرية أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن فحينما أراد الله أن يبين مشروعية أو وجوب الصيام قال سبحانه وتعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم ذكر الله عز وجل وجوب الصيام أنه يجب على الإنسان أن يصوم ورخص للمريض المسافر في مثل هذا إشارة إلى أن أعظم مزيئ أن هذا التشريع والدستور الذي جعله الله صالحا للناس في كل زمن في دينهم ودنياهم أنه في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي نعيشها جعله الله عز وجل هذا الدستور نزل في هذه الليلة فثمت خصائص لها وفضل ينبغي الإنسان أن يستوعبها استيعابا استيعابا تاما حتى يتعرض على وجه الحقيقة للرحمة على الله عز وجل أن يطلق اشتركوا في القناة